موسيقى مساء الفل يا طرى بتصدقوا المثل اللي بيقول ان الستات اقدام ان في زوجة بيكون وشها حلو جدا على الجوزها واهله ووحدة تانية وشها وحش او فقر زي ما بيقولوا ده السؤال اللي لقيتني بسأله وانا عمالة اقرى النهاردة حكاية منه بطل القصة حقيقية اللي بعتت تقول لنا حماتي واهل جوزي بيقولولي من ساعة ما دخلتي بيتنا واحنا فنكد على طول بسببك طب ليه بيقولوا كده تعالوا نسمع الحكاية من اولها ونشوف منا بعتت تقول لنا ايه اسمي منا اتجوزت وانا عندي 17 سنة كان جواز صلونات من ابن الجيران وحبنا بعد قوي فترة الخطوبة وبعد الجواز كل حاجة تغيرت اول مشكلة حصلت كانت يوم الفرح لما بابا جاب لي دهب هدية ولبسهولي فحماتي تبايت جدا ازاي ابوها يلبسها دهب كانت عايزة جوزي هو اللي لبسهولي عشان شكله قصاد الناس مع ان بابا لبسني هديته اللي هو جايبها وفجئت بحمية جي بعد الصباحية بيوم لأهلي وعمل أغرب رد الفعل شفته في حياتي تخيال يا سالي قاعد يا عيط ويقول لهم ازاي ازاي ابوها يلبسها الدهب الناس كلها اتكلمت علينا بسببكو فابويا وجدي استغربوا جدا وحاولوا يصلحوا الموقف اللي احنا اصلا مش عارفين هو حصل ليه وإيه سبب كل ده الموضوع عادي المهم اتجوزنا ولقيت حماتي بتدخل في كل حاجة تخصيني أنا وجوزي بحكم اننا قاعدين في بيت عائلة ورغم تصرفاتها واستفزازها ليا ما كنتش بقول حاجة عشان هو ما يزعلش كنت دايما بقول لهم حاضر ونعم لحد ما سلفتي قالت لي وانت كل حاجة هتقولي عليها حاضر بقت تدايق لاني بعمل اللي هي ما كانتش بتعمله زي اني انظف شقة حماتي وحاجات تانية كتير ورغم كده كانت دايما بتيجي عليها وتزعلني ولما قل لها انت ليه بتعملي كده معايا تقول لي عادي انا مخنوقة وانت اللي جيتي قدامي مع ان عمرها ما عمرت كده مع سلفتي اللي ما كانتش حنينا عليها قدي والغريب ان حماتي كانت دايما تحاول توقع بيني وبين جوزي وتخلينا نتخانق وكل شوية تقول لي انت من ساعة ما دخلتي واحنا في نكد انت شكلك معمولك عمل ومصحورك سحر مأثر علينا كلنا كل دا في أول شهر جواز وفي مرة كان معايا فلوس النقطة وقلت اجيب بيها حافظات للسجاد للسجاد بتاعي عشان فاتح وقلت الجوزي اني هدي الفلوس لأمي تجيب لي هو وافق وفعلا أمي جابتها وفرحت جدا نزلت وريها لحماتي قاعدت تزعق قاعدت تزعق جامد جدا وقالت لي انتي ازاي تخلي أمك تجيب ليك حاجة هو احنا في سوق وحماية قاعد يخبط على الحطان ويقول لي انتي واحدة ما تعرفيش في الأصول ولو حد من أهل الجي وجاب ليك حاجة تاني احنا هنرميها في الشارع ولما أمي اتصل ببي عشان تشوف الحاجة عجبتني ولا لأ لقيتني بعيط وعرفت بالله حصل بعتت أخويا عشان ياخد الحافظات تاني بتاعت السجاد وقالت لي طالما دول ابعتيهم بس لما أخويا جاء عشان ياخدهم حماتي مسكت فيهم وقالت لي لأ مش هترجعيهم ولما جوزي جاء وعرف بالموضوع زعل علاية جدا واتخانق معاهم قال لهم انتم بتعملوا معها كده ليه واتطلح انه كان قايل لهم اني هجيب الحافظات بس هم عملوا نفسهم متفاجئين وعملوا اللي عملوا ده عشان يكسروا فرحتي وفوق ده كله مسك حماية في جوزي وراح ضربه عشان بيدفع عني والغريب ان جوزي لما اتضرب بدأ فعلا يتغير معايا واسلوبه اختلف وبدأت حماتي تسلط جوزي وحماية علي وتاخد سلفتي عندها وتقولها كلام من ورايا علي وتاخدني انا برضو وتقولي كلام عنها بس انا ما كنتش بتكلم وكت باخد من هنا واخرج من هنا عشان المشاكل لحد ما في مرة لقيت حماتي بتقولي حماكي بيقولك ما تنزليش عندنا وانتي حتى ميكوب تاني لان هو بيتوضى وبيصلي وكده مش هينفع مع ان سلفتي كانت بتحط ميكوب وتنزل عادي بقالها سنين محدش بيقولها حاجة المهم قلت الحماية عادي يا بابا انا زي بنتك وانت ابويا رح قال لجوزي اني بقوله ان هو ده اللي عندي واحط ميكوب وهنزل بيه فقلت له يا بابا انا ما حصرش مني كده قال لي ازاي يعني هو انا كدب ولا ما بسمعش لأ عيلة عيلة صعبة جدا وواضح ان هما مستنيين لك على غلطة قاعدين مركزين معاكي و مش مصدق بس تعالوا نكمل ونشوف اللي جاي ايه قلت الجوزي وصلني لبيت اهلي ارايح نفسيتي شوية اما وصل لي لبيتنا وزع لامي وقال لها محدش يبقى يجيب لها حاجة تاني فماما قالت له هو مش الموضوع خلص يا ابني هو انت لسه بتعاقب فيها فقال لها نفس الكلمة اللي امامته بتقولها بنتك من ساعة ما دخل ببيتنا وهو في نكد فماما قالت له خلاص سيبها في بيت اهلها ابنا كده فمشي وسبني لمدة شهرين في الشهرين دول كان كل شوية ينزل على الفيسبوك ستوري تلقيح علي وبعد كل ده رن علي بس انا مرددش علي لاني كد زعلنا من اللي بيعملو فتواصل مع الناس قرى ابنا عشان يرجعني وقال لهم انه مش عايز يجي اخدني من بيتنا وانا مرددش هروح الا لما هو يجي اخدني وفي الاخر جي هو وبابا وروحت معهم اول ما دخلت الشقة يخدمني التليفون بتاعي وقال لي اهلك ما يجوش هنا تاني ومش هتروحي بيتكم غير كل 15 يوم قلتلوني مش موافقة عالكلام ده وانه لو استمر في اللي بيعملو همشي ومش هيشوفني تاني فماسك في واتصل بقى رايبنا اللي كان موسطهم عشان يصلحونا وانا حكيت لهم على الكلام اللي قالوا فكلموا بالراح وقالوا له ماينفعش كده عروستك لسه رجع بيتها ولازم تحافظ عليها وفعلا سكت وتاني يوم قاعد يفاتش في التليفون بتاعي وشاف رسائل ما بيني انا واختي لما كنت غطبانة وكنا متكلمين عليهم فنزل قال لي ابوه امه وخد المحادسة سكينشوت بعثها لاخواته وكلم اهلي وقرى ابنا وضربني قدامهم وابو بقى يقول لي انتي قعدة في خيره وبتكلي في خيره وفي بيته ولما اهلي قالوا الجوزي انت عايز مراتك ولا لأ قال لهم قولوا لابويا الاول ساعتها كنت عايز الارض تتشق وتبلعني من اللي انا فيه وزعلت جامد انه حتى ما جاش اتكلم معايا وخلم ما بينها خصوصية هو مش المفروض الراجل يكون ستر وضاهر لمراته حتى لو هي غلطانة وبعد ما حصل صلح وكملت معاه بقى كل اللي في البيت مش بيكلموني وبقوا يضغطوا عليك كتير قوي وهو معاهم لحد ما دمروني وبهدروا نفسياتي وفوق ده كله حبسني في شقيته أربعة أيام من غير لأكل ولا شرب عشان كنت تعبانة وما قدرتش أكوي لأبوه دومه مع انهم عارفين اني كنت تعبانة جدا وكنت عند الدكتور وكان بينزل يكل مع أهله تحت ويقعد معاهم ويقولهم ما حدش يعبرها لحد ما علمها الأدب لحد ما تعبت وهم علي قدامه أربع مرات وفي يوم أختي جدت شوفني لقيتهم بيكلوا وأنا فوق لوحدي سألتني فأنا حكيت لها على كل حاجة وهي حكيت لأهلي فأهلي جوم تاني وقالوا لأهلي جوزي هي عملت إيه غلط وكان ردهم ان عمري ما غلطت فيهم واني باحترم الصغير قبل الكبير بس كل المشاكل اللي بنا بسبب ان أنا مصحور لي وان احنا مصحور لنا وان ده حظي ونصيبي وبعدها حماية خنق مع جدي وقال له هي اللي من ساعة ما دخلت وإحنا فنكد فجدي قال له خلاص سيبوها يا سيدي أم حماية مزعق لجوزي وقال له خليهم يشبعوا بيها والمصيبة ان جوزي ساعتها قال لأبويا أنا هسيب لك بنتك ومش بس كده أنا كمان هجيب لك أختها تانية المتجوزة تيجي تقعد جنبيها عندكم وفجئنا بي راح لجوز أختي وحاول يوقع ما بينهم وحكاله على المحادثة بتاعتنا بس جوز أختي زعق له ووقف معايا ومع أختي ودلوقتي جوزي وأهله لفين في البلد ويقولوا هنطلقها ومش هتاخد حاجتها ومالهاش أي حق عندنا ده غير الكلام الوحش اللي مطلعينه علي أنا وأهلي وكل ده وانا لسه ماكملتش سنة جواز وبحاول أكمل تعليمي وأدخل الجامع بس مش رأسي على بر مع جوزي ومش عارف أكمل معاه ولا لأ قولولي أعمل إيه خرصت رسالة منه رسالة غريبة جدا مشاكل فيها بعد أمام بدري قوي من يوم الفارح مشاكل لسه شغلة لغاية دلوقتي وما لسه ماكملوش حتى سنة جواز لما تركز في المشاكل والدقاء فيها اللي ما بينهم تحس إن هي مش عايزة أقول تفها بس عايزة أقول إن هي ما تستهلش كل الخلافات دي يعني تلاكيك بس هل فعلا فيه ستات بتجيب النكد معاها بعد الجواز فيه ستات أدمها وحش وفقر زي ما بيقولوا طب ممكن منه يكون مصحور لها فعلا مع مولها عمل وهو لمسبب المشاكل دي كلها أو مخليهم إن هما نفرين منها طب هي مفروض تتصرف إزاي بها دلوقتي مع جوزها تكمل في الجوازة دي ولا كفاية لحد كده وتركز في تعليمها وفي الجامعة ولا هنمشيها عند لأنه قال أهي اشبعوا بيها وش هتاخدوا حاجة ليه أسئلة كتير قوي في قصة منها هنجاوب عليها بس بعد الفاصل